المخ وهو صغير إذا يعيه يتعامل مع الأعاب ديت ودي بعض من صور المعرض نسيبكوا تستمتعوا بها ومن الصين إلى تايوان وشركة تايوانية استخدمت 4 مليون زجاجة بلاستيك ملونة لإنتاج نسخ عملاقة من لوحة الرسام الهولندي الشهير فان جاخ اللوحة بتحمل عنوان ستيري نايت عشان تشجع عادة تدوير القمامة وخصوصا الزجاجات البلاستيكية بجد أنا أشجع الأفكار الجديدة المختلفة اللي بتكون فيها نوع من أنواع الخروج برا تفكير العادي اللوحة بتغطي 53 هكتار في متنزه اسمه ستاري باردايس عند أطراف مدينة كيلونغ في تايوان وعرضت عم الجمهور في ذكرى مرور 125 عام على وفاة الرسام الهولندي الشهير فان جاخ أحد مسؤول العاقات العامة في الشركة اللي اتبنت هذا المشروع قال إنهم بيفكروا في دمج فكرة حماية البيئة بالزجاجات اللي تم إعادة تدويرها وهذا المنظر الطبيعي لخلق قطعة فنية حتى يمكن للجميع أن يعرف الجانب الآخر من إعادة التدوير كان فان جوغ انتهى من اللوحة الأصلية 1989 قبل عام من وفاته مستخدما الألوان الزيتية على قماش من الكتان أنا مش شايفها كويسة أو يعني دي الزجاجات اللي تم إعمالها هي معمولة على مساحها واسعة جدا تبال لك إنها كأنها شيء طبيعي جدا موجود في المتنزه لكن هي في الحقيقة معمولة بأيدي بشرية زي ما احنا شايفين ومن الألعاب إلى الحلويات أشكال الحلويات تطورت بشكل كبير جدا في السنوات القليلة الماضية لنجتم فيه حيوانات مجسمة زي ما احنا عارفين وفيه حلويات مجسمة باستخدام عجينة السكر هذا الأمر انتشر في عالم التواصل الاجتماعي وبالأخص على الإنستجرام انتشرت صور لحلويات وجاتوهات مصنوعة بمهارة زي ما احنا شايفين وحلافية عالية وبدأت الحلوة عكسة وكأنها مرأة الحلوة التي بدأت بألوان مبهجة حازت على إعجاب الكثيرين أعتقد أن الأهم أن تكون قابلة للأكل نستوى اللي يعني الواحد يكونها ونفضل الفراج عليها شوية لا يكونها ونفضل الفراج عليها شوية بس لا يكونها ونفضل دي شوية انت حلويات لا يصعب عليها لشكل الجمالي زي إن هو يعني لا ما يصعبش عليها ما يصعبش عليك غالي ما يصعبش عليك غالي محمد شفت بغبغان راكب سكوتر لا انت بتجي تتفرج على بغبغاء اللاب يركب سكوتر لا دي ليس تريح الفيديو اللي هنشوفه دلوقتي أنوانه ما فيش مستحيل البغبغاء يركب لسكوتر خليها تدابع اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر او امسية مختلفة مميزة النهاردة بنظم مركز المصطبة للموسيقى الشعبية المصرية حفل ساهر لفرقة مزامير نيل على مصرح الضمة التابع لمركز حي عبدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يعني ملاحظة ان هو بيغني من غير مايك لايف كل لايف يعني لسه الموسيقى الشعبية المصرية تحفظها بكثير جدا من طبيعها بس اهم انها تحفظ على وجودها في الفترة القادمة يعني فيه لان فيه سهيل من الموسيقى اللي بقت شعبية ومنهاش هلاقب الشعبي بشكل حقيقي يعني اقامة مثل هذه الحفلات في المراكز اللي بتحت ضينها مهمة جدا عشان نعرف الموسيقى الشعبية الحقيقية الخاصة بمصر صحيح هنطلع معاكو لساية الصاوي وبالزمالك وفي الساعة الثامنة ان شاء الله ومساء اليوم هتقيم فرقة خيال بند حفل موسيقي على مصرح قاعة الحكمة بالساية الساعة الثمانية موسيقى 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 ونروح الابرة في فرقة يحيا خليل الفنية هتحيي النهاردة تمام الساعة الثامنة مساء حفل فني على المصرح الصغير بدار الابرة ده لكل محبي فني يحيا خليل موسيقى اشتركوا في القناة نوع اخر من المزيكة والفنون المزيكة العربية النهاردة فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية هتقيم حفل في الساعة الثامنة مساء على مصرح الجمهورية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ونروح لفرقة اوبرا القاهرة اللي هتتعاون مع اوركسترا اوبرا القاهرة النهاردة في تمام الساعة الثامنة مساء وعرض اوبرا الحفل التنكري على المصرح الكبير بالدار الاوبرا المصري ومن القاهرة هنطلع على اسكندرية ومصرح سيد درويش بالاسكندرية هاشل النهاردة احياء لفرقة اوبرا اسكندرية للموسيقى العربية والغناء هتقدم حفل فني الساعة الثامنة مساء على المصرح سيد درويش اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كبيرا من الاخبار المنوعة منها من الخفيف والسياسي والاقتصادي ومازالت فقراتنا مستمرة معكم على مدار الساعتين القادمتين عرس الساعة موجز لهم الانباء وان شاء الله بعدها تكون معنا اول لقطة حوارية في هذا الصباح اشتركوا في القناة شكرا